على الرغم من انصراف أضواء الإعلام عنهم إلى ملاحقة التطورات بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إلا أنهم لا يزالون على عهدهم قائمون خيام الاعتصام وساحة التظاهر تشهد على إصرار العراقيين والطلبة في القلب منهم على مواصلة الثورة مهما كانت الجهود ومهما كانت التضحيات مطالبنا وهذه الاعتصامات والاحتجاجات جاءت بالجزء من النتائج الباقي الجزء الأكبر إن شاء الله بجهودنا وبجهود بقية الطلاب ثورة طلابية قمصان بيض تتحقق جميع المطالب طلبة البصرة كغيرهم من أبناء العراق لا يرون بديلا عن تحقيق الحلم بعراق جديد لا طائفية فيه ولا فسد إحنا مستمرين إن شاء الله بالأضراب ومستمرين إنه ماكوطن ماكو دوم هذا شعارنا من بداية الاعتصام إن شاء الله نستمر بهذا الشعار إلى نهاية الثورة الثورة مستمر وإن شاء الله ما تتأجل ولا نأجل هذا الموضوع ولا نأجل شعارنا وإن شاء الله مستمرين وإحنا نقول إحنا أهل البصرة وولد البصرة كافوا بهذا الشيء إن شاء الله مستمرين وحتى لا تترك أي فرصة أمام أحزاب السلطة للتلاعب والمخادعة فإن المعتصمين يعاودون التأكيد على مطالب الثورة مرة بعد أخرى جميع الخيام الطلاب والمعاهد يستمرون بالاحتصام لأن نتم تحقيق جميع المطالب وهي تعديد دستور تغيير قانون التخابات طرد جميع الأحزاب من السياسة ومحاسبة من كان مسؤول في قتل ولدنا الثورة إذن مستمرة حتى تحقيق جميع المطالب حسب ما يؤكد المتظاهرون الذين ينظرون إلى الأمور بواقعية ويعلمون أنهم لا يملكون عصا سحرية لتحقيق المطالب في حين يرى محللون أن العراقيين في ساحات التظاهر يملكون بالفعل عصا سحرية هي إرادة الشعب وقوته السلمية التي يمكنها بالفعل أن تغير الواقع وتكتب للعراق تاريخا جديدا